موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادة الحياة عيون الحياة النهاردة هتواصل الظاهر غير الطبيعية اللي بتظهر في العينه اللي بتديناها في الحلقة اللي فاتت عن الناس اللي بتنزل الدم من عينيها العين اللي بتتطلع بره الجفون الحاجات اللي هي مش طبيعية أو الحاجات الأنسجة الطبيعية اللي بتيجي في أماكن غير طبيعية وشوفنا مع بعض إزاي العين ممكن فيها جزء من الغدة الدمعية في الولد اللي عنده 16 شهر بولد تركه المرة اللي فاتت في الحلقة وزي قددنا نشيلها ونحللها وننقذ الزلايين وننقذ النظر بهذا الشكل وقلنا برضو إن الاختلاف الحياة ربنا خلقوا بس مش في الكون ده خلقوا في نفسنا عشان نتدبر ونحتسب ونعرف قيمة اللي عندنا لأن احنا كلنا شبه بعض وكلنا الأمور ماشية زي الفل وكلنا نظرنا ستة على ستنا وقلبنا شغال زي الحديد مالوش معنى يعني دنيا مالوش معنى فالاختلافات اللي بتحصل سواء بعيوب خلقية أو سواء بظواهر نكتهد ونسعى أن نفسرها علميا ده من الحاجات الحياة بدي متعة في الاستمرار في الحياة وفي الحياة هنا برضو كمان الحياة كنا مشغولين الفترة اللي فاتت اللي أسبوعين تأتي اللي فاتت بظاهرة ظهرت تلفزيونيا الولد الصغير اللي بيطلع حصاوي من عينه وطبعا أنا كراجل أكاديمي كأساس في الجامعة وراجل مهتم بشأن العام اجتهدت كده أن احنا نعرف التفسيرات ونعرف إيه اللي حاصل لعبنا ما شفتش الولد ولكن دايما إحنا المنهج علمي ومنهج علمي بحت بنرجع في الحاجات اللي هي الـ evidence based الحاجات المنشورة والموثقة عشان نقدر نعرف إيه اللي بيحصل بالزبط اكتشفت حاجات لطيفة جدا اكتشفت أن نمرة واحد أن أول حالة وصفت بتطلع حجارة من عينها كانت سنة 1974 وصفت علميا بدقة وأكبر حالة بتطلع حصو أو ظلط أو طوب من عينه كان عنده 68 سنة أصغر حالة كان عندها 30 ونص يبقى الحالة الأولية التي وصفت علميا في المرجع العلمية بتاعتنا بتاعت العيون 1974 أصغر سن 30 ونص أكبر سن 68 سنة مشابه للولد الصغير ده اللي عملت الله حصوي من عينه بنسأل نفسنا طيب هو يعني زي إحنا عندنا في العين حكتين ليهم دعوة بالغدد الدمعية الغدد الدمعية الرئيسية ودي موجودة في المحجر فوق العين وبره وفوق بره ناحية تانية وعندنا سيستم الصرف اللي هو الغدد اللي هي الكيس الدمعي ومرفقاته اللي بينزل الدموع في سقف الحل عشان كده لو خدنا قطرة على حاجة زي كده القطرة بتروح نزده في الحل فالمشهور والأكثر شيوعاً التكلسات أو الأحجار اللي بتحصل في الكيس الدمعي كتير مننا أو مش كتير أو يعني بس في ناس مننا اللي هم سواء الأطفال ودي نسبة كبيرة في الأطفال والكبار في 45 سنة يجيوا يشتكوا أن الولد الصغير ده بعد أول شهر لغاية 6 شهور عينه بتدمع أو بتعمص أو عينه مقفلة الصبح بالذات أو بعد ما ينام أو سيدة في بعد سنة الاربعين تيجدونها يا دكتورة أني بقالي كم سنة كده عناية دي بتدمع وما فيش حاجة بتوقفها وما نام فترة طويلة لقيها ملزقة في بعضها كده وفيه إفرازات كتيرة وجديدة في هذا الموضوع فأشهر حاجة موصوفة في الكيس الدمعي الرئيسي ده بيحصل فيه تكلسات تاني أشهر حاجة أو الأقل شهرة لما يحصل هذه الحجارة في الغدة الدمعية سأكلمكم أكثر عن هذا الموضوع بعد استقبال التليفون اللي جاي من أمم محمد فضالي فاندو استسبينا تاني أمم محمد فنهال أستاذ نهال فضالي ألو أيوة أزي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا لو سمحت أنا عندي 27 سنة وعندي انتفاخات تحت عيوني وتجويف كده تحت العين كرش ولا تجويف؟ كرش شوية؟ آه اللي هو الهالة الأمر اللي تبقى تحت العين آه بس دي طالع البرة مش مجافل جوه صح؟ لا لا فيكت انتفاخه بتجويف تحت عين آه ماشي الحال مجرد أوكي؟ آه في حضرتك استجارة دبجرة اشتقالي آه ان هو يتعمل عملية وشير التفاييسات الدبنية دي هيرد كويس؟ هيرد اللغتي في الشقة كده بعيس تحت العين هيرده تاني للآه ممتاز تاني أو يحتاجها آه في الثلاث أنا غير كتير انها مصرد آآ دكتور عيون هم اللي هو اللي يعمل عملية دي صح؟ مزبوط بل مش دكتور تجميل مزبوط انت شايف حضرتك هي ومصرد فيها عادة وبعدين أنا في اللغة 27 آه وهي آه تمام هو بس السؤال يا سيد نهال هو هل انت الأسرة عندك عندهم هذي التراهولات بدري في حياتهم يعني ولا كنت تفينها قد سيتي آآ آآ عندينها آآ مش كده؟ آآ 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 من عيونك أو قد راول بك كل أسرارك هارد على حضرتك إحنا طبعا بناعمل الشغل ده عندك ميزة جبارة ان انت صغيرة في سن فبالتالي جلدك مشدود الجلد مفيهوش التراهولات ولكن الدهون اللي بتطلع تحت الجلد ده آآ وبتزق الجلد الجلد بيمط بشد وما الجلد يمط وشد بيحصل بيحصل بعض المشاكل اللي هي تؤدي ان احنا نشيل الدهون ونشيل الجلد فانت مش هكون اصلا فيه جرح على وشك بنشيل الدهون من الداخل وبنشيلها مقدار فيه ثلاث تجمعات للدهون واحدة ناحية الأنف واحدة في النص واحدة ناحية الطرف وده جراحة الحية بتامل بينك موضعي وجراحة موضعي وجراحة موضعي واحنا بداعملها ده كانت العيون هم اللي بيعملوها طالما عرفنا السبب وعرفنا الأسرة عندك فيها بعض تراهولات فارجوكي كده وفيه على فكرة احنا عملنا حلقة مخصوصة فيه برنامج جادة حتى ايها على اليوتيوب بتاع القناة بداها وبصور وكل حاجة تحبيت تبصي على الشور اللي بنعمله فيه هذا المجال اذا الغدة الدمعية نادر ما يحصل بها تكلسات طيب حد يقولي طيب والله احنا شفنا التكلسات جاية من فوق هنا وفيه من تحت طب اش معنى زي ما قلتلكوا قبل كده الغدة الدمعية الرئيسية ممكن تكون في مكانها الطبيعي وممكن تكون في أماكن مش طبيعية يعني ايه يعني في غشاء العين الخارجي ده اللي هو ملتاح ما ممكن نلاقي بعض من أجزاء الغدة الدمعية اه ممكن نلاقي وممكن نلاقي الجسم عنده استعداد لتكون تكلسات ليه السؤال ليه وايه أنواع التكلسات دي او الحجارة اللي بتطلع ملعين دي احنا عندنا لو تفتكروا خدنا الحمضية والقلوية الخصائص الكيميائية للوسط العين الخاصة الكيميائية بتاعتها انها نيوترال لا حمضية ولا قلوية الغدة اللعبية حمضية فبالتالي معروف تماما انه بيكون حصاوي في الغدة اللعبية طيب ايه اللي بيخلي كون حصاوي فيه السطح العين او في الغدة الدمعية الرئيسية حاجات كتير منها تغير البي اتش تغير الحمضية والقلوية طيب حيث تغير إزاي ده الالتهابات الميكروبات البكتيرية أن يكون فيه انسداد في القنوات بتاعة الغدة الدمعية الرئيسية وخدوا بالك أي انسداد بيخلي الدورة الدمعية توقف وما الدورة الدمعية توقف لو فيه رمش أو فيه أي حاجة مش طبيعية ده بيعمل نواة تترصب عليه هذه الترصبات الكلسية ومع انقباضات خفيفة في الدكتس أو في القنوات الدمعية تطرد هذه التكونات الكلسية ومعها شوية وجع صغير كده وكأنها ولادة بسيطة وما بتطلع الطفل أو الشخص بيتحسن إنستنت فلحظياً بتخلص عند هذا المجال فيه استفسار من أستاذ محمد فضل الفن السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا الفندي أستاذ من حضرتك أناية بالدمع كثير جداً كنت كشفت عليها من عشر سنين كده أنا عن 37 سنة كويس ويعني كنت في الجيش ساعتها ويعني ما كشفت أرولي انتصدات القنوات الدمعية الاتنين؟ أه وعملت حزالي على الانين ودكتور كان فعلاً قرر لعملية بس أنا شفرت ومعملتش عملية وفيه إفرازات تقيلة كده وصفرة بتكون في عينك؟ لا لا هي مية بس أه في حاجة بتفضيها في جنب العين كيس كده بيملة ويضع هل بيبقى فيه كيس في جنب العين كده بيملة وتفضيه كل شوية؟ لا لا هي على طول مية بسيجي وتنزل كده طيب يعني غالباً هو انسداد جزئي في قنوات الدمعية والحيان بنعمل اختبارات كده بتشوف قد إيه سلكة وقد إيه مش سلكة لأن برضو لو المية ركضت فيها بيحصل تهيبات مزمنة وقد يحصل حصاوي زي اللي احنا بنتكلم عليها من هيك تطلع بعد كده بنعيدك حصاوي عم بلاش كده أرجوك فيحنا يعني لازم نشوفك عشان نعرف بس درجة الانسداد ولو دي حاجة بسيطة كده بيبقى لك دوائي لو محتاج عملية بساعتها لازم نعمل عملية بس فزي بقولوك كده الكيس الدمعي الرئيسي هو اللي بيشيل أو بيحصل فيه هذه الحصاوات نتيجة أن دموع ما بتنزلش بتوقف نتيجة انسداد في بعض القنوات الدمعية الغدة الدمعية الرئيسية هي السبب تكون هذه الحصاوات وزي ما قلت لكم كده تغير الحمضية والقلوية بتاع سطح العين وده بيحصل وده بنعرفه حتى بعض القطارات يا جماعة منحطها تلسع شوية لأن هي البي ايتش بتاعها مختلف شوية عن البي ايتش بتاعين دي نمرة واحد لو فيه رموش بتتكون في أماكن غير طبعية دخلت جوة القنوات الصغيرة بتاع الغدة الدمعية وحصل عليها الترسيبات الكيسية لو فيه بعض البروتينات والإفرازات النشفة اللي عملت كذلك بعض البكتيريا والفطريات بالتحليل نلاقي البكتيريا ونلاقي الفطريات عاملة كده والالتهابات المزمنة برضو بتعمل كده وزي ما قلت لكم كده طب والله طب هي دي فوق الغدة الدمعية تسألنا فوق إيه اللي خلي الحاجاتي تحت عندنا أكسيسوري عندنا يعني غدة الدمعية أخرى موجودة في الجفن السفلي وهنا بقى بتشتغل ضد الجاذبية فوالد جدا أن يحصل فيها هذا التكون الحصوي فيها وترفضه أو تطربه أو تلفزه برا الملتحمة بيبقى معاها القصة دي شوية التهاب بسيط شوية احمرار بسيط شوية دموع بسيطة لما بتيجي النوبة وعلى فكرة دي بتيجي على النوبات لأن هي تكوين ده بياخد شوية وقت يعني ممكن تيجي كل أسبوعين كل ثلاث أسابيع كل يومين كل ثلاثة على حسب درجة نشاط هذه الغدد الدمعية فيه استفسار مدام سميرة تفضلي فاندم لو سمحت أنا ابني عنده 34 سنة أيوة وعمل عملية عدسات زرع عدسة يعني من قيمة خمس شهور زرع عدسة فان أيوة وعينه عنده العين الشمال معها ظلمت علي بقيت سودة يعني مش شايف بها خالص؟ مش شايف بها اه في حلقة كده في حلقة اه في حلقة كده جوه عينه ومش شايف بها خالص وبعدين؟ مش شايف بها خالص فرح للدكتور وقال له اعمل لي عملية اعمل لي إشاعة ثونار اللي هو في الغرباء دلوقتي وهو عمله في اسكندرية أصلا وتلع عنده في صار شبكي ولا تلع عنده إيه ما لسه النهاردة يعني أنا بستفسر لحضرتك هو النهاردة رح يعمل الإشاعة السنار طيب يعني بس أنا عندي مشكلة مع حضرتك أنت بتكلمي أن المواضيع بسيطة أن أحد يفقد نظره وممكن يروح يشوف شغله يبقى بعد بكرة يعمل السنار وبعد ثلاث يام يبقى يروح للدكتور يا جماعة دي حاجات مستعجلة يعني وارد جدا عشان هو عنده قصر نظر شديد أن يكون حصلوا في صار شبكي في صار شبكي بقى هنستعجل نعمله السنة الجاية ولا هنعمله إيه أنا أعتقد يا مدام أنه نحن لازم برضو نقدر صعوبة الموقف يعني الدنيا الواحد أنا أستألك سؤال لو الواحد جات له التهاب حد في زيدة دودية هتقعد يتحكي لي الحكاية دي أنه راح الغرداء وشاف شغله وخد معات سونار وبعدين ما رقاش الدكتور فراح مأجل الأسبوع جاي يا جماعة دي نظر نظر يرجوكي كريم ابنك ينزل النهاردة نشوفه ونطمن عليه فإعني أدوا الأمور أهميتها وقدرها عشان نقدر نحافظ على الصح بس فده التفسير العلمي وأسباب حدوث الحصوات في العين حواريكو كمان شوية كده الصور اللي هي الحاجات المنشورة دولياً هي الحياة مش كتير يعني دورت لقيت 17 بحث أو 18 بحث دولي منشورين في مجلات علمية محترمة بتتكلم على الحصوات أو الركس أو الستونز جاية من ألاين أو جاية من الغدة الدمعية مش من الكيس الدمعي وفيه فرق بين الاتنين والحقيقة برضو يعني الناس مفروض بنعمل إيه في الحالات دي بنعمل أشعة مقطعية للجزء الأمامي أو رانين مع نطيس الجزء الأمامي بتاع العين بناخد الزرط اللي بيحصل ده ونحلله كتير بيبقى كالسيوم أجزاليت كتير بيبقى فيه مواد بروتينية نلاقي ساعات فيه بكتيريا نلاقي ساعات فيه رمش موجود حواليه هذه الترصبات نلاقي حاجات كتير من هذا ومش بس التحليل المعمالي مهم أن نصبغه بصبغات معينة لأن هذه قد توري السبب مباشرة ولكن أيضا مش بس التحليل المعمالي لكن أيضا التحليل الضوئي لهذه الحصوات اللي بتطلع الأشكالها مختلفة اللي قد تكون شفافة اللي قد تكون معتمة قد تكون ملساء السطح قد تكون متعرجة السطح والتحليل اللي هو سبكتروسكوبي ودي من الحاجات المهمة جدا نتعامل عشان نعرف طبيعة هذه الحصوات فالموضوع محدد للعين فيه أوقات كتيرة أوقات أخرى بيبقى معاه استعداد عام لتكوين حصوات تظهر في الغدة الدمعية تظهر في الغدة النكافية تظهر في أجزاء أخرى من الجسم زي الكولة زي القنوات المرارية والكيس المراري فبالتالي برضو واجبنا أن نحن ندور على أسباب أخرى وتحليل اللازمة اللي بنعمل كده وفي معظم الأوقات بي نلاقي هذه الأسباب التي تعالج ونحقق الشفاء طب حنعمل إيه في عين الولد اللي هو أعمال يطلع حصوي ده بسيطة جداً الأمور هياخد شوية أطارات هنساعدوا في إن الحصوة تبقى إحنا نطلعها بدل ما هو يعود يحويشها ويطلعها لأن برضو زي ما قلت لكم هي بتبقى دور يعني نوبة يعني بتيجي كده وعين يرجع السراح شوية وعين تيجي مرة تانية وعين ترجع السراح شوية بتيجي مرات أقل والفترات تبعد بين تكوين والتكوين وده التعامل العلمي مع الأمور أستاذ محمد عنده استفسار تفضل فإندم سلام عليكم عليكم السلام محترار بكاته مزيزاك يا دكتور يا أهلا وسهلا حضرتك أنا عندي بولوكومة وعايز أعرف لها حل ولا لا سنك أدي سني 24 سنة ومكتشفها من إمتى مكتشفها بقليتها 5 سنين يعني أنت عندك 14-15 سنة أيوة وعملت جراحات لا ما عملتش جراحات جالي دمور في العصب كل في العصب يعني اليمين كل وعني الشمال دمور جزيز طيب ده كان بسبب سوء استخدام أطارات كان عندك حساسية وكنت تستخدم أطارات كورتيزون أو كده لا لا لوحدها اه لوحدها طيب حاضر أرد رحضي احنا نتكلم على نوع من المياه الزرقاء اللي هي الجوفيناي الجلوكومة أو الجلوكومة اللي بتيجي في سن المراحقة مش سن الأطفال مش الكنجينة الجلوكومة وبرده أدوك أنك تشوف الحلقة على المياه الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين الموجودة على القناة الحقيقة احنا يعني يعني بيحصل في أوقات كتير إن احنا بناخد شبالنا وإحنا بنجري ونطلع وننزل إن مجال الإبصار بتعليني اليمين مغطي على مجال الإبصار بتعليني الشمال فبالتالي لو فقدنا مجال الإبصار هنا فإحنا بنعتقد خطأا إن دي إن احنا شايفين زي المفهوض نشوف لأن شوالي في الطرف هنا بيقوش مهمين أوي نكتشف إمتى إن احنا مش شايفين لو في أي حاجة دخلت في عين الشمال وقفلتها لقيتني مش شايف بعيني اليمين في أجري جاري يقول الله يا دكتور أنا مبارح صحيح لقيتني مش شايف بعيني اليمين لأ الموضوع مزمن وموضوع فيه فترة طويلة الجلوكومة باختصار هو ارتفاع مزمن لضغط العين يؤدي إلى الضغط على العصب البصري فقدان العصاب الكتلة العصبية من الموجود من الشبكية وبالتالي دمور أو تأثر كبير في العصب البصري الجلوكومة الجوفيناية اللي هي بتاع المراقين دي مرتبطة بارتفاع ضغط العين فالأطارات حتى أولاني ولكن الحقيقة بننصح تماما بالجراحة بالذات إن أنت عندك عين واحدة ماعتمد عليها والعصب البصري كمان متأثر فيها الهدف من الجراحة إن احنا نحافظ على ضغط العين في رينج الخمسة شراط فلو أنت شاطر في الأطارات وبتستخدم هذا في الحفاظ على ضغط العين فيبقى هايل مع أرجوك مرتين تلتة في سنة تروح تعمل أشياء المقطع ومجال الإرصال من دول يساوي إن احنا راحينا حيتعمل إيه نعرف إن انت معظم الناس بتستخدم لغاية تلت أطارات في خطأ شائع برضو إن احنا مثلا لو بتستخدم أطارتين نحطهم لتنين تمانية الصبح وتمانية بالليل غلط الأطارتين واحدة تتحط مياه الصبح وهي هي تتحط ستة بعد الضهر والتانية تتحط على 12 الضهر وبعدين تتحط عشر بالليل يبقى فيه أربع ساعات بين الأطارات وبعدها ده بيزود فعالية الأطارات وفعالية استجابة العين لهذه الأطارات فمن المهم جدا تزود الجيبينج ما يبقاش بس خمس دا وعشر دا يبقى على الأقل أربع ساعات ونزبط المعيد بحيث يبقى فيه أطارتين مغطيننا طول الوقت هنطلع في واصل الصغير ونرجع لك ونستكمل حديثنا عن الظاهر غريبة في العيون ابقوا معنا ماذا نستكمل حديثنا عن الظاهر غير الطبيعية في العيون تعالوا عليكم إحنا بنقابل إيه في حياتنا رحية وبنسعد ونشخص ونعرف نعالي الفيديو اللي جاي دا بنوتا جميلة عندها 11 سنة عملة تطلع في شامع منانيها مادة شامعية كده عملة تطلع منانيها برضو لها تكوينات كل شوية شايفين يعني الحياة دا قدامنا دا لايف كانت كويسة قعدت 10 دقيقة جنب دا كده وفي مواد بتطلع عملة منانيها هذه المواد حللناها فيها شوية خلايا ملتهبة شوية فيها شوية بكتيريا خفيفة وخادتها لك وحصلت حصل رهيد في الحياة دا جاي من أصله من غدة دمعية غير طبيعية مش في مكان الطبيعي فيها الدورة الدمعية فيها مش منتظمة وحصل إن السواقل الدمعية ثابتة ما بتحركش فبتيت تكون عليها متى هذه التكوينات طب لو بنتكلم عن الحجارة بقى ما بقاش بقى عامل زوارق الجرنان كده المبلول ولا مادة الشمعية دا فيه زلط يعني تعالوا نبصوا مع بعض كده إيه أسباب إيه إيه اللي موجود في الدنيا صحيح حاجات قليلة ولكن بالبحث العلمي المستفيد والحجة العلمية القوية نفهم هذا الموضوع لو هنشوف إن فيه لغاية سنة 2000 لغاية سنة دي حقيقة فيه حوالي 17 حالة موجودة في العالم ومنشورة يمكن موجودة أكتر من كده أوجه بس العناية إيه اللي المفروض نعمله عشان نشخص مظبوط وما تبقاش إيه المواضيع فيها شيء من اللي احنا مش عارفين لازم نقيس حمضية الدموع لازم نأخذ مزرعة لازم نعمل سبكتروسكبي تحليل ضوئي للموضوع للمواد الخارجة لازم نخدها نحللها ونصبغها صبغات عديدة ونشوف كمان المضادات اللي هي عليها واللي ليها عشان نعارفين الطبيعة المكونة لذلك دي حالة منشورة سنة 2014 الحالة دي من السويد وانتنشرت في مجال العلمية محترمة جدا شايفين المكان ده مكان الغدة الدمعية الرئيسية شايفين الحصوتين اللي خرجوا دول خرجوا لوحدهم كانوا موجودين مطلعين لسانهم كده من الفتحة القنوات تعلق الغدة الدمعية وخرجوا لوحدهم والناس خدتهم حللت هذه الحصوات حوالي 4 ملي أو 5 ملي الشكل غير منتظم بيبقى فيه بعض الألم وبعض الدموع الحمراء مع خروج هذه الحصوات ولما بتتحلل اكتشفوا أن هي عبارة عن كالسيم وعبارة عن أجزاليت وانتهت القصة بشوية أطارات بسيطة والموضوع خلص على كده دي حلقة أخرى صوفة الحقيقة برضو بعض الحصوات هنا جاية بقى من عين من تحت شوية من أكسيسوري لكل ماجلانس اللي هي الغدة الدمعية الثانوية نصبهم بنلاقي فيه حاجات بتتكون عليها بيبقى عندنا لو تعرفوا لو تخيلوا كده المحار بيتكون إزاي اللقلق اللي في المحار بيتكون إزاي بيبقى فيه نواية صغيرة والنواية دي ممكن تكون أي حاجة ويتكون عليها الطبقات جوة المحار فهنا نفس القصة بالضبط فده تكوينات كالسية وتكوينات حجرية خرجة من العين وي الحقيقة ما طلعت من العين ظهرت بهذا الشكل وي الالتهابات الحامرة راحت وقد يتكرر هذا الإفنت دي مجلة علمية مشهورة اسمها أوربت بتطلع دوريات مشهورة وهنا دي الحالة اللي من هند عنوان المنشور العلمي اللي هو من غير شك حقيقي وتراجع وتشاف وكل حاجة الخروج التلقائي من القنوات الغدى الدمائية الرئيسية لحجارة عن طريق انه بيزق شوية على عينه كحدث فريد وحدث نادر ودي اللي بعدها دي بيبر أخرى دي جاية من السويد المجموعة الباحثين والأطباء العيون اللي هما جايين من السويد دول من الدنمارك بيوصفوا ثلاث حالات تباعا اللي هما شفنا الصورة الأرنية بتاعتهم وخدوا حللوا وما حللنا الأمور اكتشفنا طبيعة المواد اللي خرجت دي عندنا هنا في مصر بقى المواد البسيطة اللي خرجت مش بسيطة كتير حقيقة اللي خرجت نعين البنوتة الجميلة اللي المواد أصلها كمادة شمعية ولما حللناها عرفنا طبيعتها اللي هي ديها دعوة بالالتهاب كل دا بيجي من سطح العين الملتحمة اللي فيها الغدة الدمعية الرئيسية والغدة الدمعية الأكسسوري اللي هي الأكسسوريات أو الإضافية اللي موجودة في منتشرة في سطح الملتحمة يبقى العلمي بيقول أن دي إفنس بتحصل صحيح نقدر تفسيرها زي ما أنا قلت في الحلقة التهاب بتغير في حمضية وقلوية سطح الملتحمة استعداد لتكوين حصواته دا لازم نشك الجسم كله المنهج العلمي أن احنا نخدها نحللها ونعرف طبيعتها نحللها تحليل ضوئي نعرف تكوينها نشوف استعداد الجسم الآخر ونبتدي نعالج والعلاج نعمل طبعا الأشعات والكلام دا والعلاج قد يكون علاج بوسيط قد يكون حقنة في الملتحمة تدي حاجة مضادات للتهاب كل حاجة على حسب نوعها قد يكون فوار بناخده زي الحصاب بتاع الكلا أو الحصاب بتاع الغدة اللعبية أو اللغنفية فبالتالي دا التفسير يبقى هو الموضوع يا جماعة ايه زي ما بيقولوا كده في الأمثال لا سحر ولا شعوازة ولكن ايه علم وطب وإيه وهندزة مش كده يعني دا اللي بيتقال في هذه المواضيع وده اللي بنكتهد فيه بقى إذن الظواهر الغير طبيعية وأنا بقول بس الموضوع دا ليه عشان لما حد شاف حد بيدمع دموح حمراء أو دم زي ما يقال احنا فسرنا دا لما حد بيجي له عينه بتطلع برا احنا فسرنا دا لما حد بنلاقي حاجة غير طبيعية جوه العين وخدخدها ونحللها فسرنا دا كمان وقلنا ان الاختلاف في الكون هو في دا في الاخر فلسفة الخليقة يعني الموضوع مش مش بالصعوبة ولا ليه اي شق ليه دعوة بالحاجات الاخرى اللي ممكن الابعاد التالتة اللي احنا مرحش عن حاجة لكن لا لو اجتهدنا بجد ودورنا حنلاقي السبب وحنعرف نعالج هذه الظواهر النادرة النادرة الحدوث ازاي وبكده نكون قفلنا هذه الصبحة ومشينا عشان نكتشف ظاهرة جديدة وندور عليها تاني والحاجة دا اللي بيخلي الدنيا جميلة الواحد بيصحى الصبح هو هو تعبان وهو نايم قليل وهو كده ولكن ان هو بينزل يقابل كل يوم حكاية جديدة وحكاوي جديدة من حكاويكم الحقيقة ومشاكلكم ومشاكل العيون وتحدي جديد وحاجة حالة ندرة تانية دور فيها هي دي اللي بتدي المتعة للطبيب ومتعة الأستاذ الجامعة ان هو يقدر يستمر في ان هو يستمر في مجهود لصالح جميع المرضى والناس السلام كمان لخدمة الحياة الناس التعبان وما بنفرق معهم ده اللي بيدي السعادة والقصة حياة يعني مهمة من الروحة فعلا يعني الستسفاكشن بتيجي من النجاح في العمل والنجاح مع المريض نحن نخرجه من ضائقة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ليه ان هو يكون سريم ومعافى بإذن الله حاولوكم بسرعة النهاردة احنا داخلين دوقتي على الرياح الخمسين والفصول التغيرات الفصول والكلام ده والحياة يارسل دائما فيها مشاكل مشاكل الاشعف والبنفس جاية مشاكل التراب والزعبيب اللي حتى طلع علينا قريب والابتالة هو بشايرها تهل كل ده يتحل بيه حاجات بسيطة جدا خدوا بالك ان النضارة الشمسية في بيئة زي البيئة بتاعتنا بتحمي الجلد وتحمي سطح العين وتحمي داخل العين تحمي الجلد من ايه تجعيد مبكرة الناس اللي بتعرضوا للشمس من زمان ونشوف ده الحقيقة في اهلنا وناسنا وحبابنا الفلاحين اللي بيشتغلوا بيطلعوا من بدري الصبح لغاية ايه طول اليوم في الحقل وفي معرضين للشمس بالله دايما بشرتهم يعني مكرمشة واعجز شوية من ده لان الشمس تأثرها الضار مستمر على البشرة اه بعد شر اننا كلنا تكوين بعض الاورام بعض الاورام اللي بتيجي بالزاد في الجفن السفلي نتيجة التعرض ومباشر لاشعات الشمس فوق البتفسجية الضارة سطح العين معروف جدا للحساسية الموسمية اللي بتيجي في الاطفال من 8 سنين لغاية 12-13 سنة ودول يومينها اللي بيجي يهرش شهر 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 وعمال يموت حاجة كده في النعين وعمالة تموت وتطلع ودي حاجة في منتهى برضو القصوة وعلاجها بسيط اطارات ارجو من الامهات ان هم ما يستخدموش الاطارات زي ما بيستخدموا ده ده دوية الكحة الاطارات يا جماعة ممكن تؤدي الى فقدان الابصار تعمل ماء زرقة وماء بيضة بالزاعة اطارات الكورتزون مع اساءة استخدامها ففي بعض الاطارات يستخدم فترات محددة جدا وخلاص على كده فارجوكو ما حدش يستخدم اطارات من دماغه فيه استاذ احمد عنده استفسار تفضل يا فنم الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو صمحت بشوف قدام عيني نقطة سودة كده قدام عيني اللين عندك كم سنة يا احمد عندي 15 سنة اتخبطت في عينك نقطة كده بسبا قدام عيني اتخبطت في عينك وتتلعب كورة تلبس تدارة لا مش لازم بس يعني ما بشوفش من بعيد اول طيب يا احمد حاضر هرد عليك انت مزوغ مدرسة ليه يعني مش فاهم انا برضو قاعد في بيت كامرين نهاردة ماشي مع لي ده لازم تيروح نهاردة بكرة تقيس نظرك تلبس تعمل النظارة انت عندك قريبا قصر نظر بسيط محتاج نظارة عشان تشوف بيت كويس بالذات بالليل النور بيضايقك وتغيرات اللي عندك دي تغيرات في داخل في الجسال الزجاجي بتاعينا برا عن خلال جسم بتقوم ورا ان شاء الله مفيش حاجة بس ازدعم لك تشك على هذا الموضوع وحط لك قطرة وانتروح وانتطمن على الشبكية فيه تلات حاجات مهمين لو النقطة دي بقت نقطة كتيرة فجأة عشي نقطة او زيادة دي نمرة واحد نمرة اتنين لو الظهر معها فلاشات زي فلاش الدوق وانت بس كده لقيت ايه حاجة بتنور في اتجاهات معينة او لو انت بتختبر نظرك لقيت فيه ستارة نازلة من الاطراف مغطيع مجال الابصار هما دول التلات حاجات المهمين اللي هما لو لقدر الله حصلوا ودول لازم نشوفك دلوقتي مش كمان ساعة تمام غير كده بعد الفحص شاء الله نطط منك الدكتور والامور تبقى مسيطة وسهلة نحافظ على اشعة الشمس الدارة ازاي بقى حنلبس ندارة شمسية خدوا بالكو ان يعني كتير بيجي اسأل والله الدكتور نازم الدارة تبقى غالية برندات بقى ونروح ندفع مش عارف قد ايه والكلام ده الحقيقة يعني سبحان الله فعلا ان ربنا بيعمل الداء والدواء زي ما قال كده رسول السلام قالك كل داء الدواء مش كده لو احنا جبنا ازازة يعنيش بقولك عشان تعملوا النظارات بس احنا بقولك فاهمكم وصبغناها هقبل بسناها هتحمينا من تسعة وتسعين في المائة من اشعة الشمس الفوق بنفس الجيه الضرة يعني ايه يعني يو في مية في المية ويو في تلتمية في المية وبروتكشن والكلام ده ايه ده كلام تجاري لكن الكلام العلمي بيقول نحنا جبنا ازازة وعملناها كده وحطناها كده الدليل على ايه الدليل على كده ايه فما بيحصل لكسوف الشمس ازاي نبص على الشمس طبعا ممنوع خالص نبص على الشمس لكن ازاي بنبص على كسوف الشمس ان احنا نجيب فيلم كاميرا نحرقه فهذا الفيلم المحروق بيحمي من اشعة الشمس الضرة اللي ممكن تعملنا ثقب في مركز الابصار فبالتالي اللي مش مهمة تبقى غالية لكن المهمة نلبسها ومهمة تبقاش متخربشة تمام الحجر بتاعها نمسحه بحاجة قطن ما نمسحهش بورق مناديل او بقماش فيه بوليستر ها ولو تخربش نجيب واحدة غيرها مش عضية تمام لان هي للسعر مش هيبقى سعيتها عقبة لكل ناس مش بس ايه الناس اللي بقعهم فلوس او اللي بقعهم مش فلوس فيه لو سمحت والله يا دكتور انا عندي عيني يميل اه بتدمح كتير جدا وبالذات اثناء الاكل يعني ابص لقى الدموع نزة كتير اوي تمام عارف اسمها ايه الدموع دي يا مدام شادية ايوا اسمها دموع التمسيح عارفة ليه ايه ايه عارفة ليه حضرتك ايوا يعني انا حشرح لحضرتك السبب يعني انتي عندك سكر ولا ما عندكيش سكر ايوا عندي سكر وما كانش حصل حاجة في العصب السابع طبعا حصل ما انا كنت حقول لحضرتك كان فيه العصب السابع كان فيه لتهاب طبعا وكان فيه البق مش مش وضو الطبيعي مش معقول لحضرت العين اه اه وبعدين حضرتك بعد الموضوع ده حصل حضر اه حفصحك الف سلام لسيادتك وفي حل كده ديها يعني خلينا برضو انتطمن على حضرتك وقولك الحل ايه تبعينينا حقولك الحل اللي هو الحقيقة يعني ما دامش هادية بتحكي حكاية كلاسيكية كده اللي هدعوا بالطراث التمساح لما بيأكل فريستو بعيط او دموعه بتنزل لا اعلم بعيط ولا لا بس هل قال دموعه بتنزل فعشان كده لما بيحصل هذا الحدث عند البني ادم بنسميها دموع التمسيح بس الحقيقة ما دامش هادية ما بتاكلش بني ادمين فهي بتاكل عجبتها العادية القصة لها دعوا بالعصب السابع احنا عندنا مجموعة من العصاب بتغزي هذه المنطقة العصب السابع هو بيغزي العضلة تقفل العين وتفتحها تقفل الفم ويفتحه لما بيحصل ضرر او اصابة في العصب السابع نتيجة كتير اوي في السوائين اللي بيمشوا بالليل على الخطوط الطوالي وفتح الازاز والهواء عمالي يخبط كتير اوي بيحصل نتيجة انتهاب في ده او بالاسباب اخرى لها دعوا بالسكر او لها دعوا بالضغط المرتفع او اشياء اخرى يعني متعددة القصة دي بيخصل ضرر في العصب السابع والعصب بيرجع تشتغل تاني فبعد العصب وهي بترجع تشتغل تاني بتقول دم غلط في العصب التالت العصب التالت مسؤول عن عضلات المضغة المسلزوف مستيكيشن فبالتالي ايه يرتبط ارتباط شرطي ان انا ما بحرك بقي الدموع بتنزل والحقيقة بتبقى حاجة مزعجة في بعض الاحيان ونبدي بعض العلاجات كده اللي هي بتساعد ان الامور تزبط بدرجة كبيرة وان شاء الله كده نتمنى لك ان شاء الله شفاء العاجل انها مش هادية هنطلع بوصل ونرجع لكو ابقى معنا عيات اليوم النهاردة بتكلم فيها على العشر حاجات اللي تحمي عينك من الامراض البصدارة شمسية شوما مغالية او رخيصة امتنى عن التدخين التدخين يا جماعة ليه ده اضرار كبيرة على لين ممكن احنا حتى لا ندركها تعرفوا ان عندهم نشاط زائد في الغدة الدرقية من الاسباب المباشرة التدخين الناس عندهم جهوز فاكدين الحالة بتاع الجهوز لو عيني طالع البرة كده لو وقف تدخين ده نشاط الغدة الدرقية يقل وكمان التدخين ليه علاقة بتغيرات الشبكية المركزية نتيجة تقدم العمر بيحصل تغيرات بيحصل ترسيبات على الشبكية المركزية تؤدي الى ضعف الابصار وقد تؤدي الى فقدان الابصار سهل مباشر التدخين فارجوكو خدوا بالكو من صحاتكم كل كويس اكل يا دكتور جذر اه اكل جذر جذر فعلا بيخش في تكوين فيتامين ألف وبيقوي نظر اكل ايه تاني او اخد ايه تاني خد الحاجات الخضرة الورقية يعني ايه جرجير خاص كابوتشي والاخيره تمام ده من الحاجات اللي فيها فيتامين ألف اللي هو وفيتامين سي كمان وهم مهمين في تكوين النظر طب محتاج اخد سابليمنت محتاج اخد حاجة مخصوصة لعيون اه عندنا دلوقتي حاجات كتير قوي من مضادات الاكسادة زي الليوتين والأوميجا ثري والزيدانثين دي حاجات من مضادات الاكسادة دي حاجات موجودة بنضرة شديدة في اكلنا العادي مش بس كده فيتامين ه وفيتامين سي وفيتامين اه اه تمام كل دول من الحاجات المهم والزينك من الحاجات اتريس الامت ده من المواد الندرة من الحاجات المهمة جدا ان احنا ناخدها كسابليمنت او كبرشامة صغيرة فيها مضادات الاكسادة لان دي لها تأثير قوي جدا ومهم جدا على حاجة اللي انا انسا ايه لها دلوقتي اللي هي مشاكل الشبكية المركزية نتيجة التقدم في العمر وكذلك على المياه البيضاء فبالتالي دي سابليمنت مهمة اه بدحتاجها اه تماما في اه تدخلات المهمة في الحياة اه الحاجات الاخرى المهمة اه ياريت تروح نكشف من غير موعيد ملاش يبقى فيه مصيبة ومطنشنها عندها 30 سنة يا جماعة نزلوا تفحصوا اقنقوا رجوكم يعني مهم اه ونسأل عن تاريخ مرضي في الاسرة الاسرة اللي بقندها مرض وراثية مهمة تبقى وعية ان ابنها ده اللي لسه مولود تاخده تفحصه النهاردة مش بعد خمس سنين دي حاجة مهمة اه النوم اه والعادات السيئة اللي بنحنا غيرنا الموبايل وغيرنا الحاجات والكلام ده كله دي حاجات كنت ناخد بالنا منها جماعة كلها عشان نعيش حيشة صحية ونستمتع بنظرنا وبعيوننا بإذن الله حالة النهاردة اه كلمنا فيها عن أسباب حصوات العين العلمية اه المثبتة والتعامل معها ازاي اه وعرفنا ان الحالة اللي ظهرت في مصر لنا مش الحالة وحيدة ده في حوالي سبعتاشر اه بحث علمي اه منشور في الدنيا بيتكلم على حوالي تلاتين حالة اصغرهم كان عندها تلات سنين ونص واجبرهم كان عنده تمانية وستين سنة وبينهم بقى اختلافات كبيرة اه الحكاية دي بتيجي اه نتيجة أسباب علمية واضحة والأسباب العلمية واضحة دي واجبنا ان احنا ندور عليها وانفسرها تفسير علمي واضح عشان الموضوع ينتهي عند هذا الحد وموضوع ما يكونش بقى فيه اه اه سحر ولا شعوازة اه ولكن يكون فيه اه طب وعلم وهندسة اه اه اشكركم على انتابة الحلقة والى اللقاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة